شكرا لك رولا ونعم بالفعل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاءا بعملية نجاح ستة أسرى فلسطينيين بعضهم محكومون بالسجن المؤبد بالفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين وهاشتاج نفق الحرية تصدر قائمة ترند عربيا وعبر من خلاله المغردون عن دهشتهم وسعادتهم بما وصف بالحدث التاريخي اذ تمكن الأسرى من الفرار عبر نفق طويل حفروه فكان طريقهم إلى الخرية الفصائل الفلسطينية أشادت بما وصفتها بعملية الهروب البطولية التي ستحدث هزة في منظومة الاحتلال الأمنية لسيما وأن أحد الفارين هو زكريا زبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى يقول الكاتب زكريا محمد إن وجود الزبيدي بين الهاربين يجعل القضية حساسة إلى أبعد حد كل محاولات تهديئة الأوضاع والعودة إلى المفاوضات العبثية مع إسرائيل قد يطيح بها الزبيدي ورفاقه الخمسة ولننتظر ما تحمله الساعات القادمة أما شعبيا فكانت المظاهرة والاحتفالة حاضرة في كافة المدن الفلسطينية نتابعها مشاهدنا في هذا الفيديو شاهدنا الأسير المحرر عصمة منصور شرح في منشور له أن عملية الهرب تعني التغلب على منظومة أمن من عدة طبقات وأضاف أن الحفرة وكتمان الصوت وأخفاء التربة ومعرفة الاتجاهات والمخارج وغم أنك حبيث الزنزانة تحتاج عبقرية وإرادة وحسا أمنيا نادرا جدا كل تفصيل يحتاج منظومة عمل وتفكير وأخفاء معقدة وبالطبع مشاهدين لم تخلوا لدود الفعل من التشبيهات بأفلام هوليوود الناشطة إيمان محسن قالت إن هذا يحدث فقط في الأفلام وفي فلسطين بينما يقول الكاتب ساري عرابي كل الخيال الجامح في أفلام هوليوود يتقاصر أمام ملاعق ستة أسرى في واحد من أحصن سجون العالم في دولة هي في ذاتها حصن معسكر بالكامل وتبيع تقنيات التنصت والتجسس للعالم أشمع وعن حملات التضمن العربي تقول الكاتب سمر جراح كل فترة من فترة فلسطين توحد العرب والمقيدون المخنوكون بأنظمة بارية كلهم اليوم يغردون عن نفق الحرية على حد تعبيرها ومع هذه التغريدة مشاهدين نصل إلى نهاية وقفتنا الثانية ستكون لنا وقفة أخرى مع معضية أحازة اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي أما الآن فعود إلى رولا لاستكمال بقية محطة الأخيرة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر